كان فيه يعني كل الزمرة تقريبا بيحاولوا يفرشوا الميداليات الكتيرة جدا اللي ماشاء الله حصرت عليها فريدة لإذا المكان مش هيكفي ففيه شنطة رجعت فيها مدى يقل عن بتدتوا أن تبيت ميدالية فاحنا نتكلم على بطلة عالم بسم الله ما شاء الله احنا سعداء جدا بوجود حضراتكم معنا نوران يا فريدة أهلا بيكي ولازم نبتدي بقى مع حضرتك بالسؤال اللي اعتقد ان هو عايبقى تقليدي قوي في الحالات اللي زي كده كون ان حضرتك المدير الفني الخاص بيها ففكرة الأب اللي حريص على ان بنته تعيش تفاصيل مرحلة سينية اللي هي فيها حريص ان بنته تكون متفوقة دراسيا وفيش حاجة تخدها من التفوق الدراسي وفي نفس الوقت حريص على ان هي تستمر في تفوقها الرياضي وزنت بين التفاصلتين دول ازاي والله هو الموضوع صعب جدا بالنسبة للخمس الحديث زي ما حضرتك عارف بتكون من خمس ألعاب كون ان خمس ألعاب بياخدوا وقت كبير جدا عشان حضرتك توصل لمستوى بطولة عالم او تطلع لمستوى ان انت تقتري بتأهل نفسك لأولمبياد كمان 4 سنين في كذا بلان لونج بلان ميديم بلان شورت بلان لازم تكون حضرتها قداما الموضوع ده في الخمسي كبير يعني خمس لعب كتير على شخص واحد ان هو يقدر تتمررهم كل يوم فوظيفة المدير الفني انه اكتر حاجة انه بيعمل لها الموعدة البلان بتاعتها الأحمال الكلام ده طبعا الموضوع مسهل كافريدة فريدة 12 سنة عمر السنة دي اول 17 سنة بتتنافس على 19 سنة بالتوب 3 بتتنافس على 21 سنة بالتوب 10 الدنيا الحمد لله مستقرة جدا معاها عمستوى الكبار كمان عمستوى الدولي حتى على السن نهاية الحمد لله رقم واحد على المستوى للتوبael بنحتر تتوضيع في السنة بالزبط اكتر من ده في السنة حتى بتتنافس في السينيورز كمان دلوقت الحمد لله الفيديو 6 على مستوى مصر في السينيورز ودخل بطولات عالم سينيورز قبل كده ودخلها سينيورز في شهر واحد وشهر ثلاثة بإذن الله فهي الحمد لله الموضوع مستقر معها بس ده طبعا وراء جهد كبير منها جدا 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 وتزبيت موعيد ودروس ومدارس لأنها لسه لنها صغيرة طبعا طبعا يعملوا بقى حضرتك ومامتها أو أنتوا لسنين أو لبين أكتر عشان نيجي لحق مامتها بشهر للعيب الأكبر لأن الوقت الشغل برضو بتاعم بجانب أنها تمارينها غالبا كبيرة جدا من 5 الفجر بتبتدي بتنهي يوم 10 يوميا بقى حتى أيام الدراسة حتى أيام الدراسة المدرسة طبعا لها عامل كبير في مساعدة طبعا فريدة طفرة موجودة عندنا في مصر فكل الناس بصراحة بتساعدني يعني بيبتداء من المدرسة النوترل دام بتاعتها السير بتاعتها بتساعدة جدا عندها مدرسة صعبة أصلا فرنش فمدرسة صعبة أساسا بس هم بيحاولوا يساعدها لقد ما بيقدروا كأن هي بطلة كبيرة طبعا عندها حاجة بتفوتها بترجع للسير تديها الدروس بعض الظهر تدي المتحنات بتاعتها بيساعدها في جدا عن طريق الاتحاد الوزارة والمدرسة فطبعا ده وضغط عليها برضو يعني ضغط عليها مش سهل يعني برضو بصرا حضراتك المتحن اللي موجود لو حضراتك أين كان المتحن اللي أنت عليه بس أنت حابة اللي بتعمليه الموضوع مختلف تماما طبعا مش أي حد يقدر يستحمل حتى في شغل في الحال شخصية في أي حاجة أنت لو بتعملي حاجة أنت حبها هتحس أن البرشور ده بيس أوف كيك بالنسبة لك أنا لأ أنا عندي أنا أقدر أعمل أنا مقدرش أعمل أنا أقدر نفس هي اللي بتكبرنا إن إحنا نروح للمرحلة اللي بعادية اللي قدامك اللي بيكبرك هل أنت جاهز للمرحلة دي ولا أنت تقدر تاخذ نرجع خطوة غارة نبتلين قايم الأوضاع الكلام ده هي كل مرة بالحمد لله وفضل الله بتدينا فرصة نحن ناخد لا إحنا ممكن نمو فورورد طب ليه لا أبطل تعالى 17 سنة طب ليه لا أما نروحش 19 سنة هي اللي بتعلي شقفة محقو يعني زي لنادي الأهلي كده لما كنا نتكلم آه هي لعبة نادي الأهلي لسه نخش في الموضوع ده أصلا فهي فريدة بتكل مرة بتفوق توقعاتنا الحمد لله بس هي كل مرة الحمد لله بتبقى أدى توقعات كل مرة هي اللي عاوزة تروح كل مرة بتاعش أحاجة اسمها بطولات فبالنسبة لها الموضوع هي اللي حباها بس ده ده ما بيجيش من فراغ برضو يعني هل حد في العيلة هل حضرتك ببقى أنك مدير فاني رخاص بيها كنت برضو في الرياضة دي وانت تصغير يعني خلينا نعرف البيتجرام تعال فاميلي أو بتاع العيلة أنا والدتها رياضيين وعلى مستوى دولي في الرياضة التانية آه في الجودو بس أنا كنت بلعبارد خماسي عسكري وكده فالموضوع بالنسبة لنا هو أساس حياتنا الإخوة كمان أبطال عندها أخوة كبيرة عمار بطل أفريقيا خمس مرات من الناس اسمه عمار عمار محمد اسم حروق أوي عمار بطل أفريقيا جودو خمس ست مرات مشارك في بطلتين عالم من الناس الوعدة جدا في مصر إن شاء الله إن هو يحط مدالية أولمبية في 2028 بإذنك يا رب بإذن الله بيحاول يتأهل أولمبياد باريس هو 17 سنة صغيرة بس إن شاء الله برضو بمساعدة بمساعدة الناس هيقدر إن هو يحط حاجة كويسة جدا العيلة كلها بسم الله ماشاء طير والوالدة والابنة يونس أخوها برضو يعني ما كانش ديك مفرر يونس كمان لعيب سلاح كويس جدا الأول على مرحلته ربنا يكرمنا كده في كاس عالم طلع بيلعب بطولات أوروبا والحمد لله برضو حد كويس جدا الرياضة هي جزء من الحات العيلة بصراحة يعني هي جزء من الحات العيلة من الحات العيلة تتحددوكم معسكر على طول